مرحبا يا رجل، كيف تتحرك؟ أتمنى أن تكون حسناً. اليوم، كما تتحرك، سننقوم بإمكانك المصدرات. اليوم، إن شاء الله، سنوصل إلى سلسلة إكمال الجمل باللغة الإنجليزية. هل تستطيع جميعا؟ ثم، لنبدأ. اليوم، الجملة الأولى الجملة الأولى Don't be silly Don't be silly ومعناها لا تكن صغيف الجملة الثانية I believe that you can learn English I believe that you can learn English ومعناها أنا أؤمن بإمكانك تعلم الإنجليزية I believe that you can learn English أنا أؤمن بإمكانك تعلم الإنجليزية It's okay. I believe that you can learn English أنا أؤمن بإمكانك تعلم الإنجليزية الجملة التي بعدها هي Don't eat between meals Don't eat between meals ومعناها لا تأكل بين الوجبات Don't eat between meals It's okay my brother الجملة التي بعدها هي Keep your word Keep your word الجملة التي بعدها Keep your word ومعناها أبقى عن تكلمتك أو خليك عن تكلمتك It's okay Keep your word أبقى عن تكلمتك خليك عن تكلمتك It's okay الجملة التي بعدها With all the love With all the love With all the love ومعناها مع كل الحب أو بكل الحب With all the love بكل الحب It's okay With all the love بكل الحب هذه الجملة التي بعدها هي Maintain your health Maintain your health ومعناها حافظ على صحتك It's okay Maintain your health معناها شو حافظ على صحتك الجملة التي بعدها Don't play dumb Don't play dumb It's okay Don't play dumb Don't play dumb ومعناها هنا Don't play dumb ومعناها لا تتظاهر بالقباء It's okay Don't play dumb معناها لا تتظاهر بالقباء Dumb هنا تجيب معنى قبيل طبعا هنا ال-B لا تلفظ It's okay ال-B بالأخير لا تلفظ ال-E هنا ساكنة إذا جاء قبلها لحرف ال-M فتبقى ساكن ال-B It's okay يعني تلفظ ثلث الحروف بس Dumb ال-B لا تلفظ It's okay Don't play dumb Don't play dumb Don't play dumb ومعناها لا تتظاهر بالقباء It's okay الجملة التي بعدها Be by the way By the way تجي بمعنى بالمناسبة أو على فكرة By the way لها معنيان إما بالمناسبة أو على فكرة By the way بالمناسبة أو على الفكرة It's okay الجملة التي بعدها Do me a favor Do me a favor ومعناها اعمل لي معروف Do me a favor ومعناها اعمل لي معروف It's okay Brady معناها استمتع بنفسك ومعناها استمتع بنفسك الجملة التي بعدها help yourself Help yourself ومعناها ساعد نفسك It's okay help yourself معناها ساعد نفسك überhaupt الصراحة غذ ذات غذ هنا تجي معنى خمن وبالعامية تجي معنى احزر يعني غذ معناها خمن وبالعامية تجي معنى احزر مثل ايضا اقول شخص بدي احزرك حزوره مثلا غذ ذات يعني غذ ذات هنا شو معناها؟ خمن ذلك بالعامية هنقول احزر هذا او احزر هذلك اللي بعدها ومعناها افتهج يعني خليك مسرور معناها افتهج يعني افرح إذن الجملة الأولى هي لا تكون صحيف I believe that you can learn English ومعناها أنا أمن بأنه بإمكانك تعلم الإنجليزية الجملة التي بعدها Don't eat between meals يعني لا تأكل بين الوجبات الجملة التي بعدها Keep your word ومعناها خليك أن تكلمتك ابقى أن تكلمتك It's okay الجملة التي بعدها With all the love With all the love يعني بكل الحب الجملة التي بعدها Maintain your health Maintain your health ومعناها حافظ على صحتك It's okay Maintain your health الجملة التي بعدها Don't play dumb Don't play dumb ومعناها لا تتظاهر بالقباء الجملة التي بعدها By the way By the way يعني بالمناسبة أو على فكرة الجملة التي بعدها Do me a favor Do me a favor ومعناها يعمل لي معروف الجملة التي بعدها Enjoy yourself معناها استمتع بنفسك الجملة التي بعدها Help yourself معناها أساعد نفسك الجملة التي بعدها Because that بمعنى خمن ذلك أو بمعنى تستطيع أن تضع بعدها That what يعني Because what معناها خمن شو أو خمن ماذا الجملة التي بعدها والأخيرة cheer up معناها ابتهج أو أفرع Okay Today That's enough والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا